طيب عايز اخدك لي ما بكنا عرضين للوقتي للطريق المنديا روتو كب ارضونا الروتو كب اللي هو اللي كنا عرضين للوقتي الفرق اللي سعدت لدور الثمانية من دور الستاشر والفرق المتفاقية عشان هلعب معك شوية وانشان لا انا بطلت التوقع يا كريم كاسا العالم ده انا بطلت التوقع انا بطلت التوقع صحيح كويس ايه هو هو ان كوريا الجنوبية هتسعد مع البرتغال حيل ده الحاجة الوحيدة اللي مست هاي دي سهلة دلوقتي خلاص هولندا والارجنتين مواجهة اليابان وكرواتيا فيها كلام يعني اكتر مباراتين فيهم كلام اليابان وكرواتيا والبرتغال والسويسرا طبعا نتمنى المتخب المغربي يعني هنيجي واحدة 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 اليابان وكرواتيا مين يكسب اليابان حيلو برازيل وكوريا الجنوبية انا حظي ماشي مع الفرق الاسيوية الكوريا الجنوبية البرازيل ليه مش مش مثل الدرجات مثل الدرجات ماشي يعني اليابان والبرازيل مواجهة في دور السمانية النحاة التانية النحاة التانية مغرب اسبانيا اتمنى المغرب طبعا اتمنى يعني بس اسبانيا فرقة تقيلة فاتوقع اسبانيا ومعاها البرتغالي اسبانيا والبرتغالي طيب حلو مين يوصل سيمي فاينال من انجلترا وفرنسا هو بالظروف الطبيعية واللي فوق الطبيعية هو لازم فرنسا يعني انا مش مقتنع لغاية دلوقتي فرقة انجلترا هي لسه مواجهتش فريق يعني ايه يهددها يعني وعنده اسلحة هجومية ويلزا امريكا ايران مفيش مواجهتش مفيش اسلحة هجومية عند الفرق الاربع اللي لعبوها انت شاهد فرنسا فرنسا تحت اسبانيا والبرتغال بحسب توقعات مين يسعط اسبانيا اسبانيا فرنسا واسبانيا فرنسا واسبانيا في السلمي فاني نحاة التانية هولندا والارجنتين والله يحس انه هولندا وانا حاس انه هولندا هولندا والبرازيل يحرق الفاعل النهائي هولندا والبرازيل فيه قبل النهائي يعني فرنسا وبرازيل فاينال هوبا وفرنسا تكسب البطولة محاقا كده صح كده وأتمنى كده أتمنى كده أه